اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية سنغفور الصديقة مشيرا سموه إلى الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات نحو مستويات أكثر تقدما في المجالات بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة وانعكس أثرها على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صاجر النعيمي رئيس هيئة الأركان معالي الدكتور نينج إنجهن وزير الدفاع بجمهورية سنغفورا الصديقة وذلك في إطار المنتدى العشرين للأمن الإقليمي حوار المنامة الفين واربعة وعشرين حيث أشار سموه إلى ما تشهده مسارات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سنغفورا من تطور مستمر على كافة الأصعدة مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز مستويات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بالمجالات العسكرية والدفاعية وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر